أهلا بكم في ملف اليوم معي أنا ماجد الفارسي على خريطة إسرائيل كما عرضها رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو لا وجود للضفة الغربية ربما لا يراها إلا يهودة والسامرة كما تسميها الأدبيات الإسرائيلية التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أرض إسرائيل ما تلمح له خريطة نتنياهو يصرح به وزراء في حكومته وفي ظل عمليات عسكرية موسعة في الضفة تكشف مصادر إسرائيلية عن نشاط إيراني حثيث سعيا لتحويل الضفة الغربية إلى منطقة مشتعلة عبر مد الخلايا بالسلاح والخبرات هنا تعود الأسئلة القديمة لتطفو إلى الواجهة هل حسمت إسرائيل قرارها بالضم النهائي للضفة الغربية؟ وهل عملياتها العسكرية هناك تمهيد لتطبيق هذا القرار؟ وماذا يتبقى من حل الدولتين بعد تدمير قطاع غزة والسيطرة على الضفة الغربية؟ وكيف تواجه السلطة الفلسطينية المساعي الإسرائيلية والأطماع الإيرانية؟ جدل الخرائط يعود من جديد في إسرائيل بعد مرات سابقة عرض فيها السلسة الإسرائيليون خرائط للمنطقة خلفت انتقادات كبيرة وأثارت المخاوف من النوايا الإسرائيلية أحدث تلك الوقاع استعراض رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو خريطة لإسرائيل كان يركز فيها على شرح الموقف من البقاء في محور فلادلفيا لكن الأنظار اتجهت إلى مكان آخر وتحديدا إلى الضفة الغربية التي لم تشر إليها الخريطة بأي شكل من الأشكال وزارة الخارجية الفلسطينية قالت أن ظهور نتنياهو مع خريطة تشمل أراضي الضفة الغربية ضمن إسرائيل يكشف عن حقيقة مخططات حكومة اليمين الإسرائيلية الاستعمارية العنصرية على حد وصفها واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن خريطة نتنياهو تجسيد عملي لمحاولة نفي الوجود الفلسطيني وحقوقه على طريق تهجيره من وطنه وطالبت بتحرك دولي عاجل لحماية حل الدولتين في سياق هذا الجدل الذي يترافق مع التوغل الإسرائيلي الكبير في شمال الضفة كشفت صحيفة إسرائيل هيوم أن المؤسسة الأمنية تعمل الآن على اعتبار مناطق الضفة الغربية على أنها ساحة عمليات أمنية عسكرية بعد قطاع غزة وقالت الصحيفة أن المنطقة عرفت منذ بداية حرب غزة على أنها ساحة ثانوية لكن الهجمات الأخيرة في مستوطنة غوش عطسيون وفي ترقوميا قرب الخليل أثبتت أن هذا لم يعد ممكنا وأضافت أنه من المتوقع قريبا تنفيذ سلسلة من العمليات في جميع أنحاء الضفة الغربية وأن العملية في جنين ليست النهاية قال مصدر أمني إسرائيلي لسكانيوز عربية أن إيران تدخل الأموال والسلاح للضفة الغربية لتحويلها إلى ساحة قتال حقيقية وقال المصدر أن الجهود الإيرانية منصبة على إدخال أسلحة مضادة للمدرعات والسلاح الخفيف والمواد المتفجرة وأضاف أن إسرائيل لديها تخوف من إمكانية تنفيذ التنظيمات الفلسطينية هجوما واسعا على إحدى المستوطنات أو حتى داخل إسرائيل وأضاف المصدر الإسرائيلي أن تعاون إسرائيل مع السلطة الفلسطينية مستمر وأنها تزيد نشاطها ضد التنظيمات الفلسطينية خاصة حركة حماس وقال أن السلطة الفلسطينية تتخوف من قيام حركة حماس من قلاب عليها كما فعلت في السابق في قطاع غزة وأضاف أن التركيز حاليا على شمالية الضفة الغربية لكنه قد يتحول لاحقا إلى الجنوب في ظل رصد تطورات في الخليل وبيت لحم وقال المصدر الإسرائيلي أن الإرهاب اليهودي يؤثر على الأوضاع ويفاقم الخطر في الضفة الغربية نضم إلينا من جنين بشمالية الضفة الغربية مراسلنا فراس لطفي ومن القدس محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية نضال كنعنا نضال هذا حديث الجانب الإسرائيلي هو متركز اليوم على الضفة يقول أن الضفة تحتلها إيران تسلحها إيران في نفس هذا التوقيت هي تتحدث طبعا بدون خارطة فلسطينية لا وجود لفلسطين في الخراطة الإسرائيلية لا وجود لحق الفلسطينيين في الوجود أساسا عبر هذه الخراطة ما الذي يحدث هنا؟ نعم ماجد يعني ما يحدث فعليا هو ضم صامت للضفة الغربية لو سألت نتنياهو هل سيضم الضفة الغربية سيجيبك لا لكن بعد نصف ساعة سيقر خمسة بؤر استيطانية جديدة هذا ما يحدث في الضفة الغربية إسرائيل تعرف بأنها لا تستطيع أن تخرج بتصريحات علنية أمام العالم وأمام الرأي العالمي بضم الضفة الغربية لكن ما تقوم به على الأرض هو ضم فعلي للضفة الغربية إلى إسرائيل هذا ما يعنيه وجود نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية وإعلان بتسل إيل سموتريتش عن نيته مضاعفة هذا الرقم أي إلى مليون مستوطن في فترة هذه الحكومة الإسرائيلية لهذا السبب بتسل إيل سموتريتش مثلا يقطع الميزانيات يمنع تحويل الأموال التي هي للسلطة الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية من أجل تقويض هذه السلطة وبالتالي ضم الضفة الغربية هذا ما يهدف إليه اليمين المتطرف الإسرائيلي لهذا السبب مثلا بنكفير يقطحم المسجد الأقصى هم يريدون إشعال المنطقة هم يرون بأن دخول الجيش الإسرائيلي الآن في عملية واسعة في الضفة الغربية سيؤدي بشكل ما أو آخر إلى تقويض السلطة الفلسطينية وبالتالي تسهيل ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل فعليا إسرائيل ضمت أجزاء واسعة من الضفة الغربية بشتى الطرق مناطق سي باتت فعليا تحت السيطرة التامة الإسرائيلية وحتى مناطق بي والمناطق ألف التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا يدخلها الجيش الإسرائيلي هكذا صراحة ويقوم بعمليات فيها تتناقض مع اتفاقية أوسلو إسرائيل تريد ضم الضفة الغربية حتى أنها نصت بقانون على هذا يعني قانون القومية الإسرائيلي يقول أنه فقط من حق الشعب اليهودي أن يقرر مصيره على أرض إسرائيل عندما يتحدثون عن أرض إسرائيل التي بدت تتكرر كثيرا في خطابات نتنياه هو يقصد الضفة الغربية أيضا أرض إسرائيل يقصد فيها فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر دون وجود للضفة الغربية ولا السلطة الفلسطينية نعم دعني أذهب إلى فراس لطفي هو معي من جنين فراس الجميع يشاهد هذه العمليات وكنا نشاهدها ونغطيها خلال أيام الماضية لكن اليوم نتوقف على حتى إلغاء خارطة الضفة الغربية في حديث نتنياهو الحديث عن إدخال الأسلحة الحديث عن سيطرة إيرانية على الضفة الغربية وهذا ما يعطي مزيد من الأعذار للإسرائيليين لفعل ما يفعلونه الآن أين ستتجه الأمور إذا ما تم فعلا ضم الضفة الغربية احتلالها وإلغاء هذه السلطة الفلسطينية الموجودة؟ وهذا لم يعد سرا حقيقة هذا هو الهدف الاستراتيجي وراء كل هذه العمليات نتنياهو ماجد المصر على البقاء في محور فلدلفيا بزعم منع عمليات التهريب مع مصر ويتفاخر بأن حدود إسرائيل مع غزة لم يكن باستطاعة حماسا تدخل أي إبرة فيه إبرة صغيرة فلماذا لم يمنع الإبرة الصغيرة من الدخول إلى الضفة الغربية؟ هنا يأتي السؤال من أين جاءت كل هذه الأسلحة والمواد المتفجرة؟ وكيف وصلت لأياد الكتائب الفلسطينية المسلحة والجيش الإسرائيلي يسيطر على الضفة الغربية أمنيا وعلى الحدود والمعابر الداخلية والخارجية في الضفة الغربية؟ وماذا كان يفعل الجيش الإسرائيلي حقيقة ماجد في كل هذه الفترة التي قام فيها بعمليات عسكرية على مدار السنوات الماضية وبالمناسبة وباعتراف إسرائيلي معظم السلاح والرصاص يتم تسريبه من معسكرات الجيش الإسرائيلي ليس فقط عابرة للحدود أو من جهة الأردن كما يدعى الجانب الإسرائيلي هذا المشهد يعطي تفسيرين حقيقة ماجد إما أن يكون نتنياهو والجيش معنيان بوصول السلاح وتم غض البصر عنها وهي قادمة من الخارج لإبقاء الذريعة ذريعة العمليات العسكرية والهدف الاستراتيجي من خلفها تتنفس وتبرر عمليات الجيش الإسرائيلي والضم والتوسع في الضفة الغربية أو أن الجيش الإسرائيلي فشل وهذا يراكم فشل آخر كفشل أحداث السابع من أكتوبر الذي يحذر منه الجانب الإسرائيلي ويقول بأنه خرج إلى العمليات العسكرية لتفادي 7 أكتوبر ثاني في الضفة الغربية وهذا بات واضحا بأن الهدف الاستراتيجي المعلن على لسان بعض الأساسة في إسرائيل وعلى لسان البعض الآخر بشكل خفي بأن يهودة والسامرة أي الضفة الغربية ستكون تحت السيطرة والسيادة الإسرائيلية وإفشال وإجهاض احتمال إقامة دولة فلسطينية وهذا يستدعي أيضا تدمير السلطة الفلسطينية لتفتح المجال أمام هذا المخطط للتنفيذ على أرض الواقع سواء بالاستيطان أو بضرب كل مظاهر السيادة الفلسطينية من جنين بشمالية الضفة الغربية مراسلنا في راس لطفي من القدس محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية نضال كناعنا شكرا لكم فاجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياه الجميع بإزالة الضفة الغربية من على الخريطة وهو يستعرض التطورات العسكرية في قطاع غزة وخاصة محور فلادلفيا ماذا يعني هذا بالتحديد؟ بحسب محللين فأن خطوة نتنياهو تشير إلى معنى واحد وهو رفض إقامة دولة فلسطينية في المستقبل القريب كما ذهب المحللون إلى القول أن هذه الخطوة تشير أيضا إلى استجابته لليمين المتطرف الرافض لإقامة دولة فلسطينية خلافا لرغبة القوى الدولية والإقليمية وهذا ما دفع الخارجية الفلسطينية للقول أن ظهور نتنياهو أمام خريطة لإسرائيل تشمل الضفة الغربية يكشف حقيقة مخططات حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف الاستعمارية في تطور عسكري بخصوص الضفة الغربية ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم أن الجيش الإسرائيلي يعمل على اعتبار أن مناطق الضفة الغربية هي ساحة عمليات أمنية عسكرية والسبب في ذلك وفق الصحيفة أن الهجمات التي شهدتها الضفة الغربية ضد أهداف إسرائيلية أثبتت للمسؤولين أن هذا لم يعد مقبولا وأن العمل جار لوضع تعريف الضفة كساحة ثانية مباشرة بعد قطاع غزة ومن المعطيات الأخرى التي كشفتها وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش ربما سينفذ قريبا عمليات عسكرية في جميع أنحاء الضفة الغربية وأن عملية جنين ليست نهاية القصة وتعد الضفة الغربية منذ عام 1967 ركيزة أساسية لقيام دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية في الوقت الحالي تنفذ إسرائيل أكبر عملية عسكرية في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 2002 تستهدف خصوصا مدينتي جنين وطول كرم شمالي الضفة نرحب بضيفينا من رام الله الكاتب والباحث السياسي سيد جهاد حرب ومن حيفا الوزير السابق من حزب اللي كود سيد أيوب قرى أهلا بضيوفي وأبدأ بداية مع سيد جهاد حرب سيد جهاد رئيس الوزراء النتنياهو بكل غرور خرج للناس بهذه الخريطة هي لا تعترف بالضفة الغربية ولا تعترف بوجود فلسطيني يعني كامل الأرض هي إسرائيلية كما وضح ما الذي يريده نتنياهو؟ ما الذي يريده يعني أعضاء الحكومة اليمين المتطرفة الحالية؟ وماذا يخططون له؟ هذا هو فكر نتنياهو إلغاء إمكانية أن يكون هناك دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل وفكر نتنياهو الأيديولوجي هي دولة يهودية من النهر إلى البحر وإلغاء كل الكيانية الفلسطينية وعادة إحياء ما يسمى بالوطن البديل في الأردن وهذا هو برنامج حزب الليكود سابقا منذ بداية الدولة الإسرائيلية وصولا إلى السنوات الأخيرة وكشف بذلك نتنياهو عن أطماعه الأيديولوجية الأساسية فيما يتعلق بهذه الأرض وهذه الخارطة ليست جديدة الخارطة التي عرضها في الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي في ذات الوقت في ذات الأمر وبالتالي نتنياهو هو مستمر بعملية الاستعمار ويريد تطبيق ما سمي في الصهيونية التصححية بالجدار الحديدي أي تهجير المواطنين الفلسطينيين واعتبار أن الأردن هي الوطن البديل ثانيا من يقبل من الفلسطينيين بالبقاء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في إسرائيل عليها أن يخضع للاحتلال ويستسلم ويقبل بالاحتلال الإسرائيلي ومن يقاوم ذلك عليها أن يقتل وهذا ما جاء في خطة الحسم وهي ذاتها بمعنى آخر أن اليمين الفاشي ليست بنك فيروس مطرش فقط بل نتنياهو ذاته لأن هذا كتبه أيضا عام 1995 في كتابه مكان بين الأمم وكان واضحا لكن نتنياهو على مدار الثلاثين عاما الماضية كان رجل سياسة يناور يحاول ويقوم ببعض السياسات التي تصل إلى هذه المرحلة وهي أولا سياسة الاستيطان ودعم المستوطنين وحماية المستوطنين واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية للاستيلاء على الأرض الفلسطينية ثانيا إضعاف السلطة الفلسطينية باعتبارها جسما أو كيانا أنا سأعود لك سيد جهاد أن تنتج دولة فلسطينية أنا سأعود إليك بالسلطة وغيرها القضايا ومستقبلها لكن سأذهب إلى سيدة يوب قراءة سيدة يوب أنت وزير سابق من إسرائيل تدعم رئيس الوزراء نتنياهو وأنا استمعت لك في كثير من الأحاديث حتى على برنامجنا ماذا يعني حذف الضفة الغربية من خرائط نتنياهو لماذا يفعل ذلك؟ رغم أن إسرائيل معترفة بوجود هذه الأراضي وبوجود فلسطين يعني لماذا يتم هذا الحذف؟ ما المقصود فيه؟ وهل هو يعني أن الضفة الغربية سيتم ضمها وإنهاء هذا الملف؟ سيد العزيز إسرائيل كانت بأغلبية حسب رأيي قبل 20 سنة أو قبل اتفاقية أوسلو مع إقامة دولة للشعب الفلسطيني ولكن بعد اتفاقية أوسلو بيّن أنه الموضوع ليس دولة ولا دولتين وأكثر وأكثر في الشعب الإسرائيلي بطل يأمن لأنه استلاء حماس على غزة وطرد السلطة الفلسطينية وإقامة يعني مقر إرهابي هناك واستعمال هذا الشعب رهيني له يعني الخارطة سيد أيوب لا تريد التعليق عليها أنت أن الضفة غير موجودة هل هذه خارطة محقة قانونية وحتى ترضي الأطراف السياسية؟ أنا لا أتحدث عن نتنياهو والخارطة سيد أيوب هل هي خارطة محقة أم وراءها دلالات لضم الضفة؟ سيد العزيز نتنياهو هذا اللي بيعتبروه متطرف كان قد اجتمع معرفات فورا بعد استلامي أول مرة رئاسة حكومة وكان هناك إلى موقف بقضية الخليل انسحب من الخليل اللي بيرس أبو السلام مقدر يعمله لذلك لازم نفكر يعني من أي منطلق نحن جايين ويقدر يفسرها كل واحد يبدو بس هذا الواقع يعني الواقع أن الضفة غير موجودة يا سيد أيوب قرأة أنا أسألك عن الخارطة هي خارطة يعني مؤلمة لملايين الفلسطينيين وحتى من يريدون السلام هل تعتقد أن هذه الخارطة من وضعها وهو نتنياهو يريد السلام؟ يعني أنا أسألك هنا يعني إذا السلام هو تنحط في هذه المنطقة الجهاد الإسلامي وحماس وكل الفصال الإرهابية اللي هن لا بهمهم دولة ولا دولتين ولا في فكرهم يعيشوا بسلام هن ولا قضية الأرض المشكلة عندهم أموال بيدفعوا لهن وهن بيقتلوا أبرياء فطبيعة الحال ما حدا مع هذا الموقف وطبعا نتنياهو اللي منتخب على يد أغلبية ممكن يجوا يقولوا اللي بيجربوا يقسموا الشعب في إسرائيل إنه هاي يمين ومضطرف لا هاي أغلبية اليوم في الشارع الإسرائيلي بأمنوش في شيء اسمه سلام ودولة لأنه بعد سبع عشرة كل المواقف اللي كانت حتى اليسار لأنه اللي انقتلوا في سبع عشرة هن القاعدة والمركز لليسار الإسرائيلي اللي كان يهم معرفات أكثر من نتنياهو يعني سيد أيوب تعتقد أن مع هذا الإيمان في الساحة الإسرائيلية هل تعتقد هذه الخريطة التي رأيناها بالأمس هي ستكون مستقبل فلسطين أن لا يكون هناك فلسطين هذا ما أفهمه منك أنا بقول أنه بيتعلق كيف بتخلص الحرب إذا الحرب بده يكون مبين واضح أنه حماس ومشتقات حماس والفصال الإرهابية هن العنوان فطبعا كل بأي ساعة نتنياهو لو بيكون الثمن شو بيكون أما إذا بيكون هناك تعاون مع العالم العربي والقيادات الفلسطينية اللي بدأت عيش بسلام وموقف اللي من خلاله ممكن نفكر من جديد أن السلام هو أهم شيء في هذه المنطقة فهذا شيء عادي أنا بشوفش أنه يعني كيف يكون هناك سلام يا سيد أيوب وإسرائيل تريد أن تقضم كل فلسطين هذا ما تتحدث عنه اليوم كيف ممكن سلام أساسا الجانب الأمريكي وهو داعم إسرائيل وبدون الولايات المتحدة لا يوجد إسرائيل هكذا تعرف هي تؤمن بحل الدولتين هل هذا يعني أن ما تؤمن فيه الولايات المتحدة لا تؤمن فيه إسرائيل اللي بتأمن فيه إسرائيل بتأمن إسرائيل لوحدها وقالت إسرائيل بصوت عليه نحن مستقبلنا مناخذه في خيار مننا فيش حدا بيقررن هذا الخيار بتذكرك أنه كنت أنا جنبي ترامب مع ناتانياهو قل له جنبي قل له أعمل بريحك من ناحية المنطقة بدك يعني تطرد السلطة الفلسطينية تطردها وعمل قسم لايز جزء من الضفة وغزة قسم من منطقة إسرائيل ولم يعمل هذا الشيء ولا يفعل لم يفعل هذا الشيء هاي برنامج وهل سيفعلها الآن؟ سيد أيوب هل سيفعلها الآن؟ هل سيفعلها الآن؟ حسب رأييي الوضع مهياء ولكن إذا تتقلني هاي طرح لذلك بتعلق شو بده الشعب الفلسطيني؟ هل هو بده تسعين في المية اللي هو بده سلام يبين هاي النوايا ولا بده بس يقول أنه نحن مع المقاومة ومسايرة وحماس والجهاد والقتل والضرب هو العنوان هذا اللي بده يكون يعني في النهاية أمام الجرافات والسلاح الإسرائيلي ما الذي قد يفعله الفلسطينيون؟ سيد جهاد حرب أسألك طبعا استمعت لحديث سيد قراء اليوم نحن نتحدث عن رغبة إسرائيلية في إنهاء الموضوع وهذا واضح يعني في حديثه وحديث كل المتحدثين تطرفين من حكومة نتنياهو كيف ممكن رسم مستقبل فلسطين على ضوء أنهم يقولون إيران تحكم هذه الضفة لا يوجد لفتح أو السلطة هم يقولون حماس وإرهابيين وهذا الحوار ما الذي سيحدث تحديدا؟ أولا الحكومة الإسرائيلية تستخدم إيران ذريعة وهذا لأنها تريد أن تصف الفلسطينيين بأنهم أتباع لإيران كما فعلت في الثمانينات وسبعينات بأنهم أتباع للاتحاد السوفيتي الفلسطينيون هم الوحيدون الذين يسيطرون في الضفة الغربية والمقاومة الفلسطينية الموجودة أو المجموعات المسلحة في أغلبها هي حركات وطنية بمواجهة الأهداف الاستعمارية التي يكون بها نتنياهو والحكومة الإسرائيلية أيوب قره هو جزء من حزب الليكود ويقر بإفناء فلسطيني يمكن أن تكون في الأردن لذلك أشكرك سيد جهاد الخطر ليس فقط على الفلسطينيين بل على الدول العربية من رام الله الكاتب والبحث السياس سيد جهاد حرب من حيف الوزير السابق من حزب الليكود أيوب قره شكرا جزيلا لكم متابعة لملف اليوم طرحنا السؤال التي على مواقع التواصل الاجتماعي ما هدف إسرائيل من عملياتها الموسعة في الضفة الغربية جاءت النتيجة كالتالي 13% من المشاركين في التصويت يرون أن إسرائيل تعمل على تفكيك الخلايا المسلحة بينما تعتقد أغلبية ساحقة بلغت 87% بأن العمليات الإسرائيلية تمهد لضم الضفة الغربية نهاية الملف اليوم غدا الملف جديد فما اشتركوا في القناة